أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة النقاشية ونناقش فيها موضوع المزاينة والتهميش الذي يتم عليهم وتعاني هذه الفئة تمييزا عنصريا متوارثا فحتى إن لم تتوارث مهنهم فإن العنصرية تبقى متوارثة فلا يتزوجوا أبناؤهم من غيرهم ويمنعوا أبناء الفئات الأخرى من مزاولة مهن المزاينة يأتي ذلك بعد أن أسقطت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بعض المهن من تصنيف الدونية الطبقية في المجتمع اليمني وبقيت معظم المهن داخل نفس التصنيف العنصري للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور محمود البكاري مختص في علم الاجتماع عبر الأقمر الصناعية من تعز أهل وسهلا فيك دكتور صباح الخير أهل وسهلا مرحبا أهل وسهلا يعني من مقصود بداية بالمزاينة وعلى من تطلق هذه الصفة تحديدا طبعا المزاينة هم فئة اجتماعية يعني تدخل ضمن السلة من اجتماع التقليدي لتصنيف المجتمع إلى فئات ومراتب اجتماعية معينة هي تطلق على من يقوم بامتهاء المهن معينة هذه الفئة طبعا هي تعد يعني ضمن كما قلنا ضمن التصنيف الاجتماعي التقليدي والشرح الاجتماعي التقليدي للمجتمع اليمني التي سادت في فترة ما قبل قيامة الثورة اليمنية والتي أسقطتها الثورة اليمنية بالهدف الأول من هدفها وهو إزالة الفورق الامتلازة بين الطبقات ولكن هذه الفئات ما زالت قايمة بحيث أن هناك نوع من التحميش الاجتماعي لهذه الفئة وهم طبعا بحقيقة الامر هم فئة يعني صحيح أنها فئة تعاني من تحميش ولكنها ضمن السياق العام للفئات الاجتماعية تعد أرقام من فئات أخرى مثلا على سبيل المثال تعد أرقام من فئة العبيد والأخدام وهكذا وبالتالي المزاين هم من يقوموا بخدمة القوم وبخدمة القبيلة ودائما نجد أن المزين هو الذي يرافق الشيخ الشيخ القبيلة ويقوم بخدمته ويقوم بخدمة فراد القبيلة في مواسم معينة مثل الأعراس وفي الحصاد وفي أمور كثيرة وبالتالي يعني هم يعانوا من تحميشه لكنهم في وضع يعني نقول أنهم في وضع اجتماعي أفضل من فئات أخرى تعاني أيضا من تحميش اجتماعي في المجتمع نعم هو المجتمع اليمني مقسم إلى أكثر من طبقة وكل طبقة تتعنصر على الطبقة الأدنى منها طيب أي هناك أمثلة على طبقة المزاينة أو أقصد المهنة التي يمتهنها المزاينة غير الحصاد ومساعدة المشائف طبعا هي المهنة الرئيسية بالنسبة للمزاين هي مهنة الحلاقة وأيضا القزارة أيضا إضافة كما قلنا إلى أنهم يقوم بخدمة في عميلة العراس وهذه طبعا من أهم المهنة الأساسية طبعا لا يتم العراس إلا بحضور المزاين وهو الذي يقوم بتجهيز العروس وأيضا المزاينة هي التي تقوم بتجهيز العروسة تقوم بدور مميز في عملية تمام العراس ولذلك هناك كثير من المهنة التي يقوم بها المزاين لا جانب عمله في ميهنة الحلاقة لكن كما قلنا هي في الأساس المهنة الأساسية للمزاينة هم الحلاقة وأيضا القزارة نعم طيب يعني إلى أي عهد يعود أصل هذه العنصرية ضد فئة المزاينة؟ هل هناك من فترة معينة بدأت فيها هذه العنصرية والطبقية ضد هذه الفئة؟ هو طبعا لا نستطيع القول أنها عنصرية ولكنها تحميش اجتماعي المفهوم المناسب لهذه الوضعية هو التحميش الاجتماعي القائم ضد هذه الفئة لأنه مفهوم العنصرية مفهوم أكبر لذلك نحن قلنا يعني هناك نوع من الموانع الاجتماعية من الاندماج الاجتماعي بين هذه الفئة والفئات الاجتماعية الأخرى وتتركز هذه المشكلة في موضوع الاستبعاد الاجتماعي من عملية الزواج وعملية التقارب ولذلك طبعا هذه الفئة أو ما يسمى فئة المزاينة هي بالأسس تعود لأهد الإمامة فترة الإمامة بالتحديدا هي التي وضعت التقسيم الاجتماعي التقليدي لمجتمع اليمني إلى مراتب اجتماعي معينة كل مرتبة هي تكون أعلى أو أدنى وهكذا وبالتالي فهذه الفئة المزاينة كما قلنا هي تعود إلى مرحلة تقسيم المجتمع اليمني إلى شرائح اجتماعي تقليدية في مرحلة ما قبل الثورة ولكنها تزل القائمة لكن عمليا هي تعود إلى مرحلة ما قبل قيام الثورة اليمنية نعم يعني منذ بدء عهود الإمامة وحكمها في اليمن يعني هي وضعت نفسها على رأس القائمة ضمن الطبقات نعم نعم هم يوضعوا نفسهم رأس القائمة ورأس الهرام الاجتماعي نعم صحيح طيب كيف ينظر المجتمع اليمني للعاملين في هذه المهن في مهن المزاينة كيف يعني ينظر لهم وكيف يتعامل معهم أيضا نستطيع القول أن هناك تهمش اجتماعي المجتمع له نظرة دونية تقليدية لهذه الفئة لكن لا يمارس نوع من العنصرية والاضطهاد ضد هذه الفئة لأنه أيضا في الأخير محتاج لهذه الفئة ومحتاج لخدماتها في نوع من الاحترام أيضا في نوع من التعايش بين هذه الفئة لكن لا نستطيع القول أنها عنصرية إنما هناك نظرة اجتماعية تقليدية قاصرة للفئة المزاينة ولفئة أخرى أيضا حتى مش فقط المزاينة لكن عملين نحن تحدث عن مزاين نقاد أن هناك نوع من التهمش الاجتماعي نوع من هناك من الإزدراة ونظرة دونية القاصرة للفئة المزاينة الاعتبر أنهم أقل لمكانا من بقية فئة أو بقية أفراد المجتمع وبالتالي نقاد أن هذه الفئة أيضا تribution وفق هذا المنطق أن لها حدود معينة لا تستطيع أن تدقوزها نعتبر أن هذا هو قانون اجتماعي عرفي متعارف عليه أن وضعها بهذا الموقع أو هذا المكان عليها لتدقوز حدودها وأن تكون في حدود معينة في التعامل مع بقية فرد المجتمع نعم هناك أزدواجية كبيرة في نظرة المجتمع هو بحاجة إلى الخدمة التي يقدمونها وفي نفس الوقت يعني ينظر إليهم بدونية وينظر لمهنهم باحتقال صحيح صحيح نعم هذه المفارقات لأنه هناك نوع من الازدراء وبنفس الوقت هناك حاجة لأنه الأعمال والمهن التي يقوم بها المزاينة الناس بحاجة ما سألها وعلى فكرة لم تعد الأعمال التي يقوم بها المزاينة في العصر الحديث وفي الوضع المعاشى والفضل الحالي هناك أصبحت المهن التي يقوم بها المزاينة مهن فنية مهن حديثة تدرس في مدارس في معاهد معينة كالحلقة وغيره وبالتالي ليست منها بالحد الذي يمكن أن نقول أنها قابلة الاحتقار والازدراء لأنه أيضا الناس محتاجين لها وأصبحت الآن مهن حديثة تدرس في المعاهد العلمية والاعتبر أنها مهن فنية وليست لها أي تأثير سلبي على الوضع الاجتماعي لمن يمارس هذه المهنة نعم طيب دكتور يعني ما هي الأثار التي من الممكن أن تكون على المجتمع ككل يعني أثار سلبية على الفئة وعلى المجتمع ككل من هذه النظرة الدونية تجاه هذه الفئة طبعا نحن ضد مسألة التهميش الاجتماعية لكل الفئات الاجتماعية لا بد أن يكون هناك تلاحم عضوي وأن يكون هناك المجتمع متعايش ومنسقم وطبعا لا يمنع أن يكون هناك بعض الامتيازات المعينة لكن لا تخصي إلى حد أن هناك يكون احتقار أو تهميش أو ازدراء أو نظرة الدونية لفئات واسعة وشريح كبيرة من المجتمع من منظور أن هناك مهان معينة يتم احتقارها وبالمهانة هذه الناس محتاجين لها بنفس الوقت وأيضا لا يجب أن ننظر لها من منظور عدم موضوع التقبل فيما تعاق بالتعايش والزواج يعني يمكن أن تكون تأخذ وقت لكن عمليا هناك بعض الناس لا يمانعون لكن النظرة الاجتماعية التقليدية هي التي تتقال في عايق في مسألة أن يكون هناك تزاوق أو تعايش ما بين فقية فرد المجتمع وهذه الفئات نعم طيب أصحاب هذه المهان المزاينة هم أنفسهم كيف ينظرون لأنفسهم؟ هل يعني مثلا ينظرون يتعاملون مع أنفسهم على أنهم طبقة أدنى كما ينظر إليهم المجتمع أم يعني كيف يرون أنفسهم؟ أنا مجتمعي الشخصية أن هناك اعتزاز هذه الفئة برضوها رغم ما يمارس ضدها من الاضطهاد لكن هناك اعتزاز بأنفسهم ويقوموا بأدوارهم في مقال الحلاقة في مقال القزارة في مقال خدمة الفراد المجتمع دون أي انتقاس أو شعور بالدنيا لكن كما قلنا هو الوضع الحالي أن هناك بعض الناس من يحاول أن يذكي هذه النزاعات أو الحساسيات أو التمييز التهميشي الاجتماعي ضد هذه الفئات وخاصة لما تعلق موضوع الزواغ موضوع الاختلاط والتقارب الاجتماعي فعمليا هذه من ضمن الأمور التي يجب أن تنصب عليها القهود بحيث أن هنا يكون علاقة لذلك من حصل الزواغ لا يكون هناك احتقار لهذه الفئة ومن منظور أنها تمارس مهنة معينة أو من وضع اقتصادي أو وضع اجتماعي معين نعم طيب دكتور لماذا نجد هذه النظرة الطبقية تجاه هذه الفئة ربما متركزة في مناطق معينة أكثر من أخرى في المناطق الشمالية من البلاد نجد هذه النظرة بقوة بينما في المناطق الجنوبية من البلاد لا نجد الكثير من التمييز ضد هذه الفئة المسألة مرتبطة بالوعي كلما كان هناك وعي اجتماعي كلما خفت نظرة الناس لهذه الفئة بالنظرة الدونية لكن عندما يكون هناك غياب الوعي الاجتماعي تجد أن النظرة ما يتزال قانون كأنها قانون عرفي أن نستعاملوا وفق هذا المنطق أن هذه الفئة في موقع اجتماعي محتقر وأن الاقتراب منها والتعامل معها يعني تقليل من شأن الشخص أو الفئة للتعامل مع هذه الناس أو من هذه الأفراد ولذلك هذا كما قلنا مرتبط مسألة الوعي الاجتماعي لدى أفراد المجتمع في أي مكان وأيضا مسألة التعايش اللي يقب أن تكون بين أفراد المجتمع هناك بعض الناس من يحبظوا أن يكون هناك تعايش وبعض الناس من لا تزال لديهم رواسب وموضوع التفرقة ما تزال معشعشة في أذهانهم نعم رغم تغير العدات والتقاليد بعد الثورة لكن لا زال هناك هذه النظرة لم تتغير بشكل كبير وهذا تمييز ضد هذه الفئة حتى بعد مضي ستين سنة على الثورة وهناك كان هناك إطلاق لحملات للتنديد بهذه التعاملات العنصرية حتى إذا كنت تختلف معي ولا تسميها تعاملات عنصرية ضد فئة المزاينة هل كان لهذه الحملات دور وهل فعلا نستطيع القيام بهكذا حملات حتى نقلص من هذه النظرة الجونية ضد هذه الفئة؟ نعم أي حملات توعية يجب أن تنطلق من دستور الجمهوري اليمنية الذي ينص على أن جميع أفراد المجتمع متساوين في حقوق الواقبات ولا يوجد أي تمييز أو جميع الناس متساوين وهم متساوين في الحقوق الواقبات كما قلنا أو ما يسمى بالمواطنة المتساوية وعلى هذا الأسيق أن تنصب جميع حملات توعية السياسية والاجتماعية لفراد المجتمع على اعتبار أنه لا يوجد تمييز وأن أي تمييز أو تفرقة ما هي إلا عبارة عن نخر في قسط المجتمع وتمزيق الوحدة الوطنية وبالتالي إذ كان المزيد من الصراعات والحساسيات حتى وإن كانت غير ظاهرة لكنها تظل كامنة وتنفقر في أي لحظة ولذلك في التوعية مطلوبة لحث فراد المجتمع على التعايش وعلى الاندماج وعلى أن يكون هناك سلام اجتماعي حقيقي في عمق المجتمع نعم طيب دكتور يعني مشوار طويل جدا من الطبقية في المجتمع اليمني والمجتمع يعني مقسم من طبقة لأخرى ويعني كيف ممكن أو ما هي الحلول التي من الممكن أن نتخذها كأفراد وكحكومات لتقليص هذه النظرة ولإنهائها حقيقة يعني طالت يعني أكثر من اللازم هو طبعا بعد قيام الثورة اليمنية يفترض أن تكون قد نشأت شراحة اجتماعية جديدة تتقاوز التقسيمة التقليدية تقوم على أساس الوعي والمعرفة والتخصص وبعيدا عن المهنة وعلى المكان الاجتماعي كل إنسان يستمد وجوده وقيمته ومكانته من إنقاذاته ومن تخصه ومن إبداعاته ومن دوره في المجتمع وكما قلنا هذه كلها يفترض أن تكون الوعي والعلم والمعرفة قد انتشر في المجتمع وقد تغييرت مفاهيم كثيرة من مفاهيم التقليدية يصبح معيار الإنجاز ومعيار هو الأساس في عملية التقييم للفرد سواء كان من أي فئة كانت وبالتالي فهذه الشريح افترض أنها تكون هي التي ينبغي أن تنصب القهود للقضاء على هذا التمييز الذي كان ساعد قبل قيامة الثورة اليمينية على 1962 وما بعدها وبالتالي المجتمع يقبل أن يقسم تقسيم مجتمع مدني حديث بعيد عن التقسيم التقليدي إلى مكونات أو تكونات تقليدية مغلقة هذه التقونات المغلقة التي لا تسمح بأن يكون هناك اختلاط بين أفراد هذه الفئات لكن في إطار المجتمع المدينة الحديث يصبح المجتمع مفتوح بالحق الشخص أن يكون عوض في أي منظمة في أي جمعية في أي حزب وبصرف النظر عن انتماءه وبالتالي يمارس دوره له من الحقوق وعليه من الواجبات مثلهم مثل أي أفراد في المجتمع نعم دكتور طبقية مقيتة لازال يعانيها كثير من الفئات المجتمع ولا أدري لماذا يجرؤ إنسان على امتهان كرامة آخر بناء على مهنته أظن أنه يجب أن يكون هناك قوانين رادعة بحيث تنهي هذه الطبقية بشكل حازم وإلى الأبد نعم نعم دكتور طيب كلمة أخيرة تفضل نعم تفضل دكتور كلمة أخيرة تفضل بقول كلمة أخيرة وسأوني معك اللقاء طبعا نحن نقول أن هناك يفترض أن تكون القوانين التي هي منبثقة عند دستورة القمهورة اليمنية التي تحدد حقوق وعقبات المواطنين بشكل عام بشكل متساوي ويجب أن تنصب القود على التوعية ونشر مفاهيم حقوق الإنسان لأنه أي انتهاك الكرامة أي إنسان هي في الأخير انتهاك لحقوق الإنسان حقوق الإنسان منظومة متكاملة غير قابلة للانتقاء والتجزئة نحن نتكلم عن حقوق اقتصادية حقوق اقتماعية حقوق ثقافية حقوق سياسية كلها منظومة كاملة وهذه طبعا هي محمية أو مؤطرة ضمن منظومة تشريعات وطنية يفترض أن تكون حامية وضامنة لكل حقوق الأفراد المجتمع نعم وقبل القانون ماذا تقول لأي شخص ممكن ينظر إلى فئة المزاين بشكل دوني؟ نحن نرفض وننبض مسألة النظرة الدونية سواء المزاينة والأخدام وبقية الفئات يجب أن يكون هناك تعايش ويجب أن يكون احترام ويجب أن تكون هناك أيضا حقوق متساوية للجميع فلا أحد أفضل من أحد إلا بالتقوى وبالتالي هذه المسائل هي من المسائل القوانين كما قلنا النظرة التقليدية اقتماعية العرفية التي صارت أشبه بقانون لذلك على الناس الذين يتقاوزوها إلى وضع اجتماعي ووضع ثقافي حديث يتقاوز كل أشكال المسامية التقليدية المغلقة نعم دكتور محمود البكاري مختص في علم الاجتماع شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وكنا سعداء بوجودك يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا